وعندما تسحب هذا المال في تركيا وتسحب بطاقة عشرة في الدولار وتسحب من تركيا أو من تونس من يعطيك المال؟ هل يعطيك المال للبنك الليبي؟ هل يعطيك المال للبنك المراسل الذي لدينا فلوسنا فيه ورصيدنا فيه؟ لا هل يعطيك المال هو البنك التركي؟ ولا البنك التونسي؟ وبعد تالي يعمل مقاصة لأنه مضمون من قبل المراسل ضمن هذه البطاقة فهو بعد ما يعطيك هو المال يعطيك تسع الاف وتسعمية وتمانين ولا كذا ويمشي يأخذ بعد ذلك عاش الاف كاملة فهو سلفك ما نجولي مسألة السلف مرة يقول للناس هذا مش سلف ويقول لك السلف مش شرط هو أنه اللي بتعطيه فلوس تقول له سلفتك؟ لا هذا مش شرط كل من يعطيك مال وتستهلك وبعدين بيطل منك تردهوله كلها سلف سواء ما سميت أنت سلف ولا ما سميتهاش هو أعطيك مال أعطيك تسع الاف وتسعمية دولار وبعدين بيأخذهم من مالك أنت لي مودع في البنك المراسل ولا في غيره بيأخذ قداش بيأخذوا عاش الاف الفرق هذا بين العشراه وبين اللي أعطيه لك أنتا من بيأخذه؟ بيأخذوا فيما بينهم جزء منها تأخذ هذه المؤسسة المالية الراعي للبطاقة وجزء بيأخذها البنك التركي وجزء بيأخذ البنك الوسيط وجزء بيأخذها البنك الليبي هنا إذن في الواقع أنت عطيتهم بطاقة فيها عشرة تساوي عشرة الاف وأعطوك أقل منها أعطيت سلفوك تسع الاف وأخذوه منك ألف هذا قرد بفايدة حرام لا يجوز ما الذي ألجأنا إليه؟ نستطيع أن نتجنبه ليس معنا نقول البطاقات ممنوعة كلها هذا ليس موجود إلا في بلادنا هذا موجود أن نحن لأن في البلاد الأخرى وانت في أي بلاد ربية تصحب اليورو وانتك بطاقة يعطيك اليورو البنك بتاعك يعطيك اليورو لا يعطيك لا يعطيك اليورو لا يعطيك حتى عملة محلية حتى السيئة المحلية ليس موجودة فهذه الأزمات مفتعلة في ليبيا داخل ليبيا لا حقيقة ترى في واقع الأمر يمكن التغلب عليه يمكن أن لا تكون موجودة أصلا ليس يقول لنا تواهي يقول لك لا مشايخي يمنوا علينا في البطاقات ليس نملكوا في البطاقات نملكوا في سلوك مسالك مخالفة للشعية ومخالفة للوضع الطبيعي في الدنيا كلها هذين يبقوا نعالجوه لو نعالج أمورنا زي العالم الغرب يمعالج أموره وهو اللي يعطي الله هذه البطاقات نستطيع أن نتجنب الحرام والبطاقات تبقى بردا وسلاما ومريحة نستريح العالم الغرب مستريح بها استراحة كاملة لأن حتى التعامل هناك ما عايش بالنقد حتى لإند الملايين في البنك لا تكتج لند عشرة جنيه ولا عشرة دولار في جيبة لأن مش محتاجلها مثل نحن طوابير على السيولة لأن البطاقة يستطيع يفعل بها ما يريد وما فيهاش أي بخص ولا فيها أي ظلم كان حسابه فيه يخصم لما حسابه وانتهت المسألة وخلاص لكن حيلا يقولك لابد تمشي تاخذهم من بره ولابد تاخذهم بأقل من قيمتهم السؤال يقول لما يمشي بره ويأخذهم أقل من قيمتهم تقولوا جائز يجوز البنك يأخذ مننا ولما يطلحها من البنك يعني داخل ليبيا ولقي واحد فم الباب يقولوا لي ببطاقة اللي فيها عشال أف تبيه حالي تسعه وتسعه 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 أمئة مثلا فين أقولوا لها حرام مجوز لأنك بقيت تسعه وتسعه وتسعه بدلتها به عشال أف با يكيف بره في تركيا جازوا في ليبيا مجوز نقولك بهذه الصواة لا يجوز لا في تركيا ولا في ليبيا لأنني بينت لك الآن حتى في تركيا بيعطيك أقل واللي بيعطيك أقل مش بنك كنت اللي حطيت فيه بنك تاني بيسلفك القيمة أقل مما في البطاقة وبعدين بيأخذها بأكثر منها فالمسر في الهواء سواء سواء مبعتها بره هو هو لكن هذا الناس لا يعرفونه ليش؟ لأن معنا الشفافية